احتضرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نسخة ثانية من المنتدى العربي للمناخ الذي يستمر اليوم وغدا تحت شعار أزيعة المستدامة والأمن الغذائي معا لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين وذلك بالتنظيم من الشبكة العربية للمنظمات الاهلية وبشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية أغفاند برعاية وحضور صاحب السموم الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال السعود رئيسي أغفاند المنتدى الذي ينطلق قبيلا عقاد مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات يهدف إلى تقييم تأثير تغير المناخ على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في دول العربية وأليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا